بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم في هذا الدرس من دروس هذه الدورة الأربعون في عظمة رب العالمين وكنا قد انتهينا من الحديث الخامس والعشرون والآن مع الحديث السادس والعشرون قال رجل لم يعمل خيراً قط فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له رواه البخاري ومسلم وفي رواية كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا ميت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ربي فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعته قال يا رب خشيتك وفي رواية مخافتك يا رب فغفر له رواه البخاري ومسلم وفي رواية فتلقاه برحمته رواه البخاري ومسلم هذه القصة من عجائب القصص التي وقعت في الزمن السابق وهي من الوحي الذي أوحاه الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها هو ولا قومه فأخبره الله بها فقصها نبي الله صلى الله عليه وسلم علينا وحاصلوا هذه القصة أن رجلا من الأمم الماضية أنعم الله عليه بالمال الكثير ورزقه الأولاد لكنه لم يشكر ربه على هذه النعم وأسرف على نفسه بالمعاصي فلما حضره الموت تذكر حاله مع ربه وكثرة ذنوبه وتفريطه في حق الله فتملكه الخوف الشديد من الله وعلم أنه متى ما لقاه فإنه سيعذب عذابا شديدا فهو يعلم تفريطه ويعلم معصيته وهو يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يؤمن بالجزاء والحساب وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت لكنه ظن بجهله أنه إذا أحرق سينجو ولن يعذب لأنه لا شيئا أو لا جسدا لا شخص موجودا لا شخص موجود حتى يعذب فظن بجهل هذا ولهو مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر ومؤمن بالحساب والجزاء لكن ظن أن هذا سيجعله يفلت من العقاب فأوصى أولاده بأن يفعل أن يفعلوا به ما فعلوه بعد موته لأنه قد أخذ عليهم المواثيق لكن هذا المسكين غفل أن الله على كل شيء قدير وأنه إذا أراد أن يبعثه بعثه وأنه مبعوث مبعوث لا محالة حتى لو أحرق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فإذن كل البشر مبعوثين حتى لو غرق الواحد في البحار فأكلته الأسماك أو احترق بالنار وذهبت به الرياح برماده كل مذاب أو افترسته السباع وحوش البراري وتفرق في أجسادها وأجساد الطير وحتى لو مات وتحلل في التراب والتراب هذا هبت عليه الريح وتفرق في الأرض ولو نبشت تلك القبور وفرقت وبعثرت ولو زرعت الأرض ولو غمرتها المياه ولو حصل فيها خسف أو زلزال ولو غطتها البحار سيبعثهم الله سيبعثهم الله وهو على ذلك قادر وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فالله سبحانه وتعالى جمعه أمر الأرض جمعت ما فيه جمعت ما فيها منه فقام بين يدي ربه فسأله أولا ما هو السبب الذي حمله على صنيعه فقال يا رب خشيتك مخافتك فغفر له وتلقاه برحمته إذن عظمة الله في قدرته على جمعي ما تفرق وما ذهبت به الرياح وما صار في مياه البحار والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ثم أنه عز وجل أقام أقام وسأله فأجاب فتلقاه برحمته هذا يدل على ساعة رحمة الله لو قال قائل ما حكم الشك في قدرة الله على البعث نقول كفر أكبر لا شك لكن هذا لمن عيش لمن علم لكن من جهل فإذا هذه حالة خاصة حالة الرجل هذه حالة خاصة وإلا لو قال قائل ما حكم الذي يشك في قدرة الله على البعث أو يظن أن الله لا يبعث أو يمكن يبعث ويمكن ما يبعث فهو كافر لا شك كفر أكبر لكن قد يبلغ الجهل ببعض الناس مبلغا عظيبا يعذرهم فيه ربهم فالجهل بتفاصيل اليوم الآخر أو بتفاصيلات القدرة الإلهية بعض ما يتعلق بالقدرة الإلهية قد يحصل من بعض الناس يظنون أشياء فهو غير هازل ولا ساخر ولا مستبع يعني أنه يطعن في قدرة الله أو أنه يكفر أو قامت عليه الحج وجحد أو أنه عاند لا ليس كذلك ليس بمعاند ولا جاحد ولا مكذب ولا مستهزئ ولا ساخر هذه حالة خاصة والإيمان بأن الله على كل شيء قدير وأن الله يعيد الأموات ويجازيهم هذا أمر مفروغ منه هذا من أركان الإيمان وهذا مما يجب على كل إنسان أن يؤمن به وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت هذا رجل لما حضره الموت وهو لم يعمل خيرا قط المقصود بها عمل الجوارح لأن عمل القلب لابد من وجوده وإلا كان كافرا لو قالوا هذا ما عنده شيء من عمل القلب معناها لا يؤمن بالله أصلا ولا يؤمن باليوم الآخر لكن ليس كذلك هذا الشخص عنده عمل القلب وقول القلب موجود لكن تقصيره في عمل الجوارح تقصيره في الواجبات والمحرمات مع إيمانه بالله وبالجزاء والحساب وهذا واضح من قوله من خشيتك وأنت أعلم لإن قدر علي ربي ليعذبني واضح وفي هذا الحديث أن الخوف من الله من أسباب المغفرة وقد غفر الله لهذا الرجل على ذنوبه العظيمة لأجل خوفه من ربه ما عنده قال ما حفر قال خشيتك يا رب ما خافتك فغفر له على ماذا؟ وجود أصل الإيمان وعلى خوف من الله يقول حافظ العراق رحمه الله في هذا الحديث فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد وأنا من مقامات الإيمان وبها انتفع هذا المسرف وحصلت له المغفرة طرح التثريب والخوف من الله عبادة جليلة تحمل صاحبها على طاعة الله واجتناب معصيته وقد قال الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وقال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الحديث هذا فيه بيان عظيم قدرة الله وأن بعث الموت هيئن يسير على الله كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وقال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله وذلك على الله يسير وقصة إحياء الموتى لإبراهيم عليه السلام وقال الله له وعلم أن الله عزيز حكيم ودعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم فأخبر تعالى خليله عليه السلام عملياً كيف يحيي الموتى مع أن إبراهيم الخليل يوقن ويؤمن لكن أراد زيادة الإيمان وأن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين هو يعلم علماً يقينياً لكن يريد أن يرى بعينه ليزداد إيماناً وفي هذا طلب المؤمنين الزيادة في مراتب الإيمان والارتقاء إلى مرتبة على وأن من طموح المؤمن من طموح المؤمن أن يزيد إيمانه وهذا من هذا من الاستبصار بالله تعالى وعظمته وقدرته طيب لو قال قائل ما حكم تارك جنس العمل الذي لا يعمل أبداً نقول في شريعتنا تارك العمل بالكلية كافر ماذا كان في شريعة من قبلنا هذا الرجل رحمه الله بسبب مخصوص وتجاوز عنه له وضعه الخاص لأنه في بعض الحالات بعض البيئات بعض الأزمان بعض الأماكن قد يبلغ الجهل ببعض الناس مبلغاً عظيماً يوجد أحياناً عنده حديثي العهد بالإسلام ما عنده علم يعني نعم الآن آمن بالله بتوحيده وباليوم الآخر لكن ما عنده علم بتفاصيل الأعمال ففي بعض الناس ممكن ما تبلغهم ما تبلغهم الأعمال حتى أشياء من العقيدة تخفى عليهم أيها طيب إذا خفيت أشياء من العقيدة على واحد يعني معذور حتى لو أشياء أشياء أساسية هب أن شخصاً مثلاً لم يصل إليه وجود الملائكة ما أعرف ما أعلم هل يقال هذا في النار خالد مخلق لا لم يبلغه فلذلك نحن القواعد عندنا واضحة يعني لا ينجي الإنسان من النار إلا الإيمان بالله والإيمان معروف وأركانه ستة ولابد من الإيمان بها جميعاً وقضية أن لا بد من العمل وتارك جنس العمل كافر الذي يترك ما يعمل أبداً خيراً قط نهائياً يعني عامداً متعمداً لكن ممكن توجد حالات بعض أركان الإيمان تخفى على بعض الناس في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان أو أن العمل مثلاً يخفى عليه أشياء أو ما يعرف تفاصيل الأعمال أو أو هذه حالات خاصة وهذا الرجل منها فلا يمكن يحتج بحديث هذا الرجل واحد كسلان أو لا يريد أن يعمل ويقول أنا خلاص يكفيني الإيمان وأنا خايف من ربي وما أفعل واجباً ولا أترك حراماً وربي رحيم وإذا قدمت عليه سوف يغفر لي كما غفر لهذا الرجل نقول هيهات هذا ومع ذلك نحن ترى ما نحكم على مصائر العباد أمر إلى الله ما نقول أنت في الجنة ولا أنت في النار أمر إلى الله إنما حسابه عند ربي لكن نقول لا تظنن أن هذا ينفعك هذه الحالة الخاصة أن الله تنطبق عليك وكل واحد كسلان لا يريد العمل يقول أنا أنا نقول هل سوف تخبر أولادك أن يحرقوك بعد موتك ويبعثروك في البحر فالهازل والمتلاعب أمورهم عروف وشأنه مكشوف وبعض الناس سمعوا من الخطب وقرأوا من الكتب واتطلعوا على الشبكات وسمعوا في القنوات سماعاً تقوم به الحج عليهم ما في كرام بقوا مثل واحد في الأدغال واحد في أدغال أدغال أفريقيا أو ما وصل له شيء أو في عصور ماضية قبل عصر الاتصالات وقبل عصر الشبكات وقبل عصر القنوات ما سمع ما جاءه من نذير ما جاءه أحد من رسل الرسل ولا من أتباع الرسل ولا ولا الآن الوضع اختلف ومع ذلك الآن نقول لو وجد واحد لو وجد ناس قوم في أدغال في بيئات في قطب في مكان ما وصل لهم شيء خلص لهم الله يحاسبهم حساباً خاصاً يختبرهم الله عز وجل وأهل الفترة حكم معروف أهل الفترة حكم معروف المجنون والذي جاء الإسلام وهو يعني هرم لا يعقل والذي كان في مكان ما سمع عن رسول ولا عن رسالة هذا شأنه خاص له رب يحاسبه ترجمة نانسي قنقر